بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن انتهينا من مباحث المكاسب المحرمة ندخل في مبحث العقود بل مقصود من العقد العقد من حيث اللغة بمعنى الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والأهد والجمع بين أطراف الشيء عقدة يعني ربطة عقدة يعني شدة يعني أحكمة والثقة وهكذا وقد ورد في القرآن الكريم هذه اللفظة في أكثر من مورد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقد استفاد الفقهاء من هذه الآية القرآنية لتأصيل أصل لفظي وهو أنه كل عقد إذا ما ورد النهي عنه فإنه يجب الوفا به لقوله تعالى أوفوا بالعقود سواء كان معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود يعني مطلق العقد المستخدم يعني اصطلاحا أو المقصود بالعقود كما ورد تفسير الآية أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعهود وحيث أن العقود هي في الحقيقة عهود فأيضا يجب الوفا بها هذا مورد وفي مورد آخر قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح هذه الآية القرآنية تتحدث عن المرأة فيما إذا كانت في العدة وهنا تشير الآية القرآنية أنه لا يجوز العزم على إجراء العقد مع المرأة وهي في حال العدة ولا تعزموا عقدة النكاح مجرد العزم هنا الآية تشير بأدم جوازه ولهذا قال الفقهاء بأنه لا يجوز العقد على المرأة وهي في حال العدة سواء كانت عدة بائنة أو عدة رجعية بل لو أجري العقد عليها وهما يعلمان بالحرمة ويعلمان بأنها في العدة حينذن تحرم عليه مؤبدا وإذا كان لا يعلمان بالحرمة أو لا يعلمان أنها في العدة فحينذن العقد يقع باطلا وبإمكانهما أن يجري العقد بعد انتهاء العدة وفي مورد ثالث قال تعالى وحل العقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أي يفقهوه إذا حللت العقدة من لساني وهذه تتحدث عن موسى عليه السلام ويقال أنه حينما كان صغيرا وكان ينتف بلحية فرعون فغضب فرعون وأراد قتله إلا أن آسيا قالت له لا تفعل إنه صغير فوضع جمرة كانت في طست في فم موسى عليه السلام فصارت هذه شبه عقدة في لسان أو عقدة في لسان موسى عليه السلام فحينما بعثه الله عز وجل إلى قوم فرعون طلب منه أن يرفع هذه العقدة من لسانه حتى يفهم قوله إذن هذا معنى العقد من حيث اللغة ومعناه هو الرابط والشاد والإحكام وأما تعريف العقد إصطلاحا فقد عرفه الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر بأنه قول من المتعاقدين أو قول من أحدهما وفعل من الآخر رتب الشارع الأثر المقصود عليه قول من المتعاقدين بمعنى أن يقول مثلا في عقد البيع يقول الموجب بعتك الكتاب فيقول المشتري قبلتو إذن هذا قول من قبل المتعاقدين أو قول من أحدهما وفعل من الآخر كان يقول له بعتك الكتاب المشتري يأتي الثمن ويأخذ الكتاب ويذهب فقول في مقابل فعل رتب الشارع الأثر المقصود عليه على هذا العقد ففي عقد البيع إذا تم العقد من إيجاب وقبول يؤثر هذا العقد أثره من حيث النقل والانتقال فينتقل الكتاب في مثالنا إلى ملك المشتري وينتقل الثمن إلى ملك البائع هذا هو الأثر هنا في عقد البيع الذي هو النقل والانتقال هذا هو التعريف الذي ذكره الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر كذلك عرفه أيضا وهو قريب من هذا التعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري عن صاحب مرشد الحيران من أن العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه طيب هل العقد يصدق على العقد الصحيح والفاسد على الصحيح والفاسد يصدق عليها أنه عقد أو العقد يطلق فقط على العقد الصحيح وبيان ذلك تارة العقد يجرى من المتبايعين وتوفرت فيهما شروط المتبايعين مثلا إذا كان عقد البيع كان بالغين عاقلين قاصدين مختارين ما لكيل التصرف كذلك تمت جميع شروط العواضين من حيث كون المبيع عين متمولة إذا كان المبيع مكيل أو موزون يباع بالكيل أو الوزن كان قادرا على التسليم وغيرها من الشروط الأخرى فهنا يقع العقد صحيحا فهل العقد يصدق فقط على هذه الحالة أي فيما إذا كان العقد صحيح أو أيضا يصدق على العقد الفاسد عقد الفاسد متى يكون فاسدا إذا لم تتم أحد هذه الشروط التي ذكرناها هذه القضية راجع إلى العرف والعرف يرى بأن العقد كما يصدق على العقد الصحيح الذي تمت فيه جميع الشروط كذلك يصدق أيضا على العقد الفاسد إذا لم تتحقق هذه الشروط التي ذكرناها قبل قليل فإذن هو شامل للعقد الصحيح والفاسد معا وحينما نقول لهذا التعريف بأنه قول من المتعاقدين إذن هذا يفرض وجود إيجاب وقبول فالعقد متقوم بالإيجاب والقبول إيجاب من العاقد الأول وقبول من الثاني موجب وقابل والعقد في مقابل الإيقاء يعني العاقد متقوم بالإيجاب والقبول بينما الإيقاء متقوم بطرف واحد وهو إنشاء واحد مستقل يؤثر في المنشأ واحده الآن المطلق الزوج الآن إذا أراد أن يطلق زوجته يكفي إنشاء المطلق حتى يحصل المنشأ وهو الطلاق لا يحتاج في صحة الطلاق إلى قبول الزوجة بالطلاق لا مجرد هو إنشاء من طرف واحد باعتبار هذا إيقاء فالعقود متقومة بطرفين بينما الإيقاء متقوم بطرف واحد ويدخل تحت عنوان العقد عنوين كثيرة كعقد البيع وعقد الإيجارة عقد المزارعة المساقات عقد الوكالة عقد المضاربة عقد الرهن وغيرها من العقود الكثيرة الأخرى أصالة اللزوم في العقود نريد هنا أن نثبت أصل نرجع إليه عند الشك في العقود في كونها لازمة أو جائزة بيان ذلك بعض العقود نعلم بأنها عقود لازمة ما المقصود باللزوم؟ بمعنى أنه بعد أن يتم العقد لا يحق للطرفين فسخ العقد بدون رضا الآخر والجواز معناه أنه يحق لأحد الطرفين الفسخ وإن لم يقبل الآخر طيب عندنا عقود نعلم بأنها عقود لازمة وذلك مثلاً بأن الشارع المقدس أخبرنا بأن هذا العقود هي عقود لازمة فنعلم مثلاً أن عقد البيع هو عقد لازم أن عقد الإجارة هو عقد لازم أن عقد النكاح هو عقد لازم وهكذا عقود نعلم بأنها عقود لازمة بمعنى لا يحق لأحد المتعاقدين الفسخ بدون رضا الآخر ونعلم أن هناك عقود هي عقود جائزة مثلاً عقد الوكالة عقد الوكالة من العقود الجائزة فيحق مثلاً للوكيل أن يفسخ العقد وإن لم يقبل الموكل أو العكس أيضاً صحيح ومثله في عقد الهبة مثلاً في عقد العالية هذه العقود هي عقود جائزة لكن هناك عقود نشك في كونها عقد لازم أو عقد جائز هنا نريد أن نبحث ما هو الأصل الذي لا بد أن نرجع إليه هل هو أصالة العقود في اللزوم وبالتالي فإن هذه العقود المشكوكة نحكم عليها باللزوم أو أن الأصل هو الجواز اشتهر بين الفقهاء أن الأصل هو اللزوم فلا يحق لأحد المتعاقدين الفسخ إلا بثبوت أحد الخيارات أو بالإقالة من الطرف الثاني هنا عندنا مجموعة من الخيارات التي إن شاء الله نتحدث عنها حينما ننتهي من بيان هذا العقد وأقسامه فنعطي مثال للتقريب وإن شاء الله حينما نتحدث عن الخيارات تصير أوضح القضية عقد البيع عندنا خيار اسمه خيار المجلس وعقد البيع من العقود اللازمة لكن طالما المتبايعان في مجلس واحد اللي هو المكان اللي أجري فيه العقد ما لم يفترقا يبقى خيار الفسخ للطرفين للبائع وللمشتري فإذا افترقا لزم البيع أصبح البيع لازما نعم يمكن لو طلب أحد المتبايعين بعد اللزوم طلب الإقالة فرضا المشتري رجع إلى البيع بعد أن تم البيع وأصبح لازما وقال له أقلني من هذا البيع هنا البائع بالخيار بإمكان أن يقيل يقيله وبإمكانه أن يرفض نعم يستحب بالإقالة على كل حال فالمشهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن الأصل في العقود هو اللزوم ما هو دليلهم على هذا الأصل مجموعة من الأدلة الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكما تعلمون أن أوفوا فعل أمر وفعل أمر كما أخذتم ودرستم في علم الأصول أن فعل الأمر ظاهر في الوجوب إذن فالوفاء بالعقد عبارة أخرى عن إتمامه وعدم نقضه فيثبت وجوب الوفاء بالعقد وعدم جواز النقض وبالتالي يثبت اللزوم الدليل الثاني قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض فلو تم عقد على بيع كتاب المشتري اشترى الكتاب من البائع وبعد العقد جاء البائع وفسخ العقد بدون رضى المشتري ويريد أن يأخذ الكتاب أخذه للكتاب هو أكل للمال بالباطل لماذا؟ لأنه بعد العقد المشتري أصبح مالكا للكتاب كما أن البائع مالك للثمن فحينما يأتي البائع إلى المشتري ويريد أن يفسخ العقد ويرجع كتابه بدون رضى المشتري رح يكون أكل للمال بالباطل باعتبار أن المالك هنا هو المشتري يعني أصبح المشتري والمالك فأخذ الكتاب بدون رضاه هو أكل للمال بالباطل وهو منهي عنه وهذا معناه اللزوم لأنه لا يحق للبائع مثلا أن يفسخ ويأخذ الكتاب هذا معناه أن نقول بأن العقد عقد لازم الدليل الثالث على أصالة اللزوم هو التمسك بحديث النبي صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه فبعد العقد يصبح المبيع ملكا للمشتري والثمن كما قلنا ملك للبائع فلو أراد البائع أن يفسخ بدون رضا المشتري ويأخذ الكتاب والكتاب هو ملك للمشتري بعد العقد حينئذ ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله الوارد عنه أنه لا يحل ماله إلا بطيب نفسه وهو لم تطب نفسه بعد ولهذا لا يصح وهذا معناه اللزوم الدليل الرابع التمسك بعموم الحديث النبوي الناس مسلطون على أموالهم ونفس التقريب السابق فمقتضى السلطنة وعدم زوال الملكية عن المالك بغير اختياره فجواز الفسخ والتملك بدون رضا المالك مناف لسلطنته فلا يكون جائزا الدليل الخامس يمكن أن نستفيد أيضا اللزوم من الاستصحاب ببقاء الملك وعدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه وتقريب ذلك أنه بعد أن تم العقد بين المتبايعين مثلا وأصبح الكتاب في مثالنا تحت ملك المشتري صار المشتري مالكا للكتاب الآن بعد أن فسخ جاء البائع وفسخ العقد فعندنا يقين سابق بحصول الملكية للمشتري والآن بفسخ البائع نشك في بقاء الملك للمشتري أو أدم بقائه فصائدنا يقين سابق بالملك وشك لاحق ومقتضى الاستصحاب ببقاء اليقين وعدم نقضه بالشك أي ببقاء الملك تحت ملك المشتري بعد الفسخ وهذا معناه اللزوم يظهر من خلال هذه الأدلة التي ذكرناها أنه عند الشك في كون العقد لازما أو غير لازم فالأصل هو اللزوم أقسام العقود ذكر الفقهاء أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو العقد اللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلا لطروق عوارض خارجية اقتضت جوازه كما قلنا مثل الخيارات أو بالإقالة ونحوهما وهذا كالبيع فالبيع عقد لازم إلا إذا ثبت هناك خيار أو بالإقالة الإجارة عقد لازم إلا إذا ثبت خيار أو بالإقالة والنكاح أيضا من العقود اللازمة نعم في النكاح لا يرد فيه أحد الخيارات التي سنذكرها لا يمكن الفسخ بأحد الخيارات التي تجري في عقود أخرى وغيرها من العقود التي هي صفتها اللزون القسم الثاني هو العقد الجائز هو الذي يقتضي بطبعه جواز النقض ورخصة الحل كالوديع شخص يودع أمان مثلا الشخص آخر وديع هذا عقد جائز جائز للمودع والودع أن يتراجع بعد إجراء هذا العقد كذلك عقد العارية شخص استعار شيئا هذا عقد من شخص آخر فهنا هذا من العقود الجائزة بإمكان المعير أو المستعير أن يتراجع بعد إجراء العقد فهو من العقود الجائزة كذلك المضاربة كأنه شخص أو دعمال عند شخص آخر ليضارب به أعطى شخص مال لشخص آخر حتى يتاجر بهذا المال وشروط إن شاء الله تأتي في عقد المضاربة أيضا المضاربة من العقود الجائزة ونحو ذلك من العقود الجائزة وهناك عقد ذات جهتين يعني جهة من طرف لازمة ومن طرف آخر جائزة كعقد الرهن عقد الرهن الذي هو عقد شرع على الاستيثاق على الدين إذن لازم عندنا دين في السابق ثم بإمكاننا أن نجري عقد الرهن لأنه شرع حتى يستوثق الدائن على أمواله شخص أدانة شخص آخر مبلغ من المال وبعد أن أطاه المال طلب منه رهن يكون عنده حتى يضمن أمواله ترجع يجري عقد الرهن المدين يعطي شيء بضاءة أو أي شيء آخر كضمان يعطيها علما إلى الدائن هذا نسميه عقد الرهن الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن والشيء الذي يعطيه المدين إلى الدائن حتى الدائن يضمن دينه نسميه عين مرهونة عين مرهونة طيب هذا العقد هو حق للدائن حتى يضمن أمواله ورياضة بإمكانه أن يفسخ عقد الرهن لأن هذا حقه وبإمكانه أن يتنازل عن حقه يقول أنا أفسخ عقد الرهن ويرجع العين المرهونة إلى المدين فمن جهة الدائن هي جائزة لكن من جهة المدين لا لازمة ليس له الحق بعد إجراء عقد الرهن أن يفسخ العقد ويأخذ العين المرهونة من الدائن فإذن هذا العقد ذات جهتين جهة لزوم من قبل المدين وجهة جواز من قبل الدائن بعد أن تبين لنا أن هناك عقود جائزة وهناك عقود ذات جهتين وهناك عقود لازمة هذه العقود اللازمة إذا كان هناك خيار أو أحد الخيارات التي سنذكرها حينئذ صاحب الخيار بإمكانه أن يفسخ العقد وإن كان العقد لازما الخيارات الخيار لغة بمعنى الاختيار وأما اصطلاحا حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو جار في جميع العقود اللازمة عدام استثني كما سيدي أقسام الخيارات خيار المجلس ومعناه حق الفسخ للمتبايعين طالما بقيا في مجلس العقد يعني العقد إذا أجري في مكان طالما أن المتبايعان لا زال معا فيكون الخيار باقي لكليهما حتى وإن خرج من المكان الذي أجري فيه العقد خرج ولكن خرج معا يبقى هذا الحق لهما بالفسخ بمجرد أن يفترق إذا افترق ببدنهما حينئذ يثبت العقد ويصبح لازما وهذا الخيار مختص فقط بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات بمعنى أنه في عقد الإجارة ما أدنى خيار المجلس فلو تم العقد من إيجاب وقبول على تأجير بيت مثلا يثبت يصبح لازما هذا العقد ليس للمتعاقدين الحق في الفسخ بالاعتماد على خيار المجلس وإنما هذا خيار المجلس مختص فقط في البيع لماذا؟ لأن لسان دليل هذا الخيار هو المتبايعان وهذا خلاف الأصل الفسخ هو خلاف الأصل لأن الأصل ماذا قلنا؟ أن الأصل في العقد هو اللزوم خرجنا عن هذا الأصل لوجود دليل خاص فنقتصر على القدر المتيقن وهو فيما إذا كان العقد عقد بيع لا غيره من العقود الأخرى اللازمة إذن هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات ويسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد أو بعده يعني لو فرضنا الباع قال له للمشتري أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تسقط خيار المجلس المشتري يقول قبلته خلص أسقط خياره ولهذا بعد العقد ليس له الحق أن يفسخ العقد باعتماده على خيار المجلس الخيار الثاني هو خيار الحيوان يعني من يشتري حيوانا يكون له الحق بهذا الخيار لمدة ثلاثة أيام وهذا الخيار يثبت لمشتري الحيوان فقط يعني لا يثبت للبائع لو بائعا باء حيوانا إلى مشتري فالخيار ثابت للمشتري فقط وأما البائع ليس له الخيار نأم لو كان الثمن أيضا حيوانا يعني شخص باء حيوان وثمنه حيوان آخر فيثبت للبائع هذا الخيار أيضا كذلك يختص هذا الخيار بالبيع أيضا ولا يثبت في غيره من المعاوضات فإذا استأجر شخص حيوانا مؤين لا يثبت له خيار الحيوان طيب لو تلف الحيوان هس سواء كان تلف قبل أن يستلمه قبل أن يغبضه أو بعد ذلك بعد القبض كيف فتارة يجري العقد مع البائع إيجاب وقبول لكن لم يقبض الحيوان وتلف الحيوان هنا يقع التلف على البائع كذلك لو قبضه بعد أن أجر العقد أخذ الحيوان بعد أن قبض الحيوان هلك هذا الحيوان أيضا هنا مادام في مدة الخيار ثلاثة أيام يتحمله البائع والمشتري لو أعطى الثمن إلى البائع بإمكان أن يسترده منه يذهب إليه ويقول الحيوان هلك وكان في خلال هذه ثلاثة أيام مو بعد انقضاء الخيار فلو أعطاه الثمن فيذهب إليه ويأخذ الثمن منه ويمكن أن يسقط خيار الحيوان بأمرين الأول اشتراس سقوطه في متن العقد كما يسقط بإسقاطه بعده البائع يقول هكذا بعتك هذا الحيوان بشرط بشرط إسقاط خيار الحيوان يقول المشتري قبلت حين إذن يسقط هذا الخيار أو مثلا المشتري بعد أن اشترى الحيوان قال للبائع أنا أسقط خياري خلاص يسقط هذا الخيار الأمر الثاني وهو التصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسغ فهذا الخيار لا يثبت مطلقا نعم حينما يشتري حيوان بإمكانه أن يجرب هذا الحيوان إذا كان حيوان للركوب للتنقل لنقل البضائع يجربه لكن لا يتصرف فيه كيفما شاء فكل تصرف يدل على رضاء بالبيع هذا يسقط الخيار فمثلا لو اشترى المشتري حصانا وأراد أن يجربه فامتطاه لكي يجربه مثل هذا التصرف لا يدل على الرضاء لكن لو فرضنا هذا الشخص انتقل به من مدينة إلى أخرى سافر بهذا الحيوان ورجع هذا حين يدل تصرف يكشف عن رضاءه بهذا البيع وبالتالي يسقط خياره خيار آخر من ضمن الخيارات الذي هو خيار الشرط والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد سواء كان اشتراطه للبائع مثلا أو للمشتري فقط أو لكليهما للبائع والمشتري معا أو لطرف ثالث فبعد البيع يثبت لمن اشترط له الخيار خيار الفاسخ وهذا الخيار يصح اشتراطه للعقود اللازمة عدى بعض العقود والإيقاءات التي لا يصح اشتراط هذا الخيار فيها مثل عقد النكاح فعقد النكاح لا يصح اشتراط الخيار خيار الفسخ لأحدهما أو للطرفين أو لطرف ثالث كذلك لا يصح ايضا في الإيقاءات كالطلاق مثلا كما انه لا يصح ايضا في عقد الضمان ما معنى عقد الضمان يعني نقل الدين من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن للمضمون له فعندنا دائن ومدين يأتي شخص ثالث يقول للدائن انا ضامن لما في ذمة فلان المدين طبعا بعد عقد الضمان تبرأ ذمة المدين وتشتغل ذمة الضامن للمضمون له الذي هو الدائن فمثل هذا العقد لا يجري فيه خيار الشرط نكتفي بهذا المقدار وان شاء الله نكمل الخيارات في الدرس القادم وفي الختام نستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة